اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مدينة جدة اليوم بأخيه معالي السيد عادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وتم خلال الاجتماع استعراض مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل الارتقاء الدائم بها وخلال اللقاء تم بحث آليات تعزيز التنسيق بين البلدين الشقيقين وتوحيد المواقف حيال كافة القضايا العربية والإقليمية والدولية ووسائل ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مدينة جدة اليوم مع كل من معالي السيد أحمد بن عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم خلال الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والانتقال بالعلاقات المشتركة لأفاق أرحم إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال قضايا المنطقة وخاصة الوضع في الجمهورية اليمنية وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات المستمرة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والتي ترمي إلى تنسيق المواقف حول آخر المستجدات وتطورات التي تشهدها المنطقة والتوصل إلى أفضل السبل والآليات للتغلب على التحديات التي تواجه دولها وشدد معالي وزير الخارجية على أن إنهاء أزمات المنطقة وضمان الاستقرار بها ووضع حلول دائمة لمشكلاتها يستنزم بذل جهود أكبر وتحمل جميع الدول مسؤولياتها مع الالتزام التام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتقيد بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لكافة الجهود الرامية إلى ترصيخ الأمن والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والرخاء